اشتركوا في القناة 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 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون لذا الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة وهذا ما هو منذ القرآن الكريم من السنة لذلك يجب علينا أن نتعلم الله سبحانه وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيدذكر من يخشى عندما يتعلمون الله سبحانه وتعالى ستتذكرون ستذكرون أنهم ستذكرون النفعة الله سبحانه وتعالى وأنهم ستتبعون فذكر إنما أنت مذكر السبب الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن تتبعون لأنه هو تتبعون لأنه قد يطلب للحزنين مع الولده الله سبحانه وتعالى ومعادة الله سبحانه وتعالى أيضا من الحديث الذي قررره محمد صلى الله عليه وسلم قلت أكريم قلت أنه قلت أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون هذا كانت قصة التي قالت للمسيحين لذلك يتذكرهم ما هي المساعدة التي كانت فيهم وذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون أتذكركم الله سبحانه وتعالى رسكت من فرعون وأقطعكم البحر وأقطعكم البحر وأقطعكم البحر وأقطعكم البحر لكي تذهب وظلل عليكم الغمام وضلل عليكم الغمام وضلل عليكم الغمام لكي تكون السبب وأنزل عليكم المل والسلوى في الجنة في ذلك لديك لا يوجد أي أكل أو بحرات الله سبحانه وتعالى سندل المل والسلوى وأنزل عليكم التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم هذا هو المساعدة من أبو رحمة صلى الله عليه وسلم قال ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك وساق الحديث لذلك عندما رفض محمد صلى الله عليه وسلم أتذكر بعض المسلمين كل المسلمين التي كانت الله تعالى علىهم لذلك أيضاً في أخر حديث أبي ذر رضي الله عنه لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما هذا يعني أن أبي ذر محمد صلى الله عليه وسلم عندما نتذكر في كل ما نحتاج إلى أن نتذكر لا يوجد شيء أخرى في محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نعرف كل شيء يتذكر في محمد صلى الله عليه وسلم أيضاً من المسلمين عندما كانوا مع أبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتذكر في الله سبحانه وتعالى لذلك يتذكر في محمد صلى الله عليه وسلم بشكل أحد كتاب انه ساءل من صلى الله عليه وسلم جد من صلى الله عليه وسلم أما قد نتذكر في محمد صلى الله عليه وسلم و السبابة صلى الله عليه وسلم ونسلم ماذا يحدث لنا؟ لذلك عندما قلت إلى البيت صلى الله عليه وسلم البيت صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنزله ساعة وساعة وقال ذلك ثلاثة ساعة وساعة وساعة صلى الله عليه وسلم قلت على سيد الحنزله ونبو باكر بأن صلى الله عليه وسلم قال إنك تتبعون كل الوقت كما تتبعون معي فالنجل ستبعونك في الطريق ومن أين أنتم لكن ساعة وساعة بعضاً لكما تتبعونك بعضاً لكما تتبعونك بعضاً لكما تتبعونك أيضاً عيشة رضي الله عنه قلت برافت محمد صلى الله عليه وسلم قلت على سيد الحنزل وعلى آلنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم قلت على سيد الحنزل قلت على سيد الحنزل